اهلا وسهلا طلبة طالبات تعليم الفني شعبة ملابس جهزة في برنامجنا في بيتنا مدرسة اهلا وسهلا بكم ان شاء الله النهاردة هنبدأ ندرس مع بعض مادة المؤيسات للصف الثالث شعبة الملابس الجهزة طبعا اول ما بقول مادة المؤيسات الكل بيصيبوا نوع من القلق والخوف وبنقول لي مادة دي تقيلة مادة دي مش حلوة مادة دي صعبة لكن احنا لما نبدأ نفهم المادة بتاعتنا ونبدأ ناخدها بنوع من البساطة وطبعا نكون في الاول فهمين مادة رسم البطرون لان دي مادة متصلة اتصال وثيق بيها بنبدأ النسبة لنا بتبقى المادة سهلة وبسيطة ومش صعبة ابدا ابدا طبعا اول ما بقول كلمة المؤيسات لازم افهم معنى كلمة المؤيسة يعني ايه كلمة المؤيسة ايه تعرفها لما بقول معنى كلمة المؤيسة يعني بحساب كل ما يدخل في صناعة المنتج بتاعي المنتج ايه المنتج الملبسي انا بتكلم على شعبة ملابس يبقى قسم ملابس يبقى انا بطلع وبانتج ملابس الملابس بتاعتي دي لازم احسب كل ما يدخل في صناعتها وطبعا كل ما يدخل في صناعتها أول حاجة بتواجهني هي الأمشا وطبعا القماش ده بعد تبره هو الخامة الأساسية اللي موجودة عندي في حين أن القماش ده لازم يبقى فيه معاه خامات مساعدة والخامات المساعدة دي بتعتبر هي خامات مكملة لكن برضو ضرورية جدا جدا عشان أنتج المنتج بتاعي أو أنتج الملبس بتاعي يبقى أنا هنا في المعايسة بتاعتي لما ببدأ أحسب أول حاجة بحسبها هي كمية القماش المطلوبة وبعد كده ببدأ أحسب الخامات المساعدة المطلوبة عندي والخامات المساعدة لما أتكلم عنها هلاقيها متعددة جدا 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 كل حاجة بتكمل معايا تصنيع المنتج هي دي خامة مساعدة خيوط، قبلتات، زراير، سوسط، أبليكات، باج أو مثلا لو بكمل مثلا الأحزمة، الأكسسورات، السوسط، كل دي حاجات أنا بكمل بيها صناعة المنتج بتاعي إيه كمان في المعايسة بحسبه؟ بحسب كمان الأجور بتاعة العمال بحسب الوقت اللازم لتصنيع المنتج بتاعي ببدأ أحسب الأرباح اللي أنا بحتاجها يبقى أنا هنا في المعايسة زي ما هشوف كده أول حاجة عندي تعريف المعايسة هي حساب كل ما يدخل في صناعة المنتج بتاعي من كميات وأتمان للخامات الأساسية والخامات المساعدة وطبعا بحدد جميع مراحل التشغيل وبحدد أجور العمال وبحدد الزمن اللازم كل ده أنا بحسبه طبعا مادة المعايسات عندي بتدخل في المواد الأساسية والمهمة جدا جدا إحنا طبعا درسنا المعايسات دي في صف الثاني وأخدنا عنها خلفية وعارفين إن أنا لما بحسب المعايسة لازم بيكون عندي فيه أسس بحتاجها ويقوق مجموعة من القوانين القوانين دي بنبدأ ندرسها سوا مع بعض بس مش المرة دي المرة الجاية إن شاء الله بعد كده ببدأ هنا بيقول لي فيه الخطوات المتابعة لعمل المعايسة إيه هي الخطوات المتابعة لعمل المعايسة؟ أول حاجة عندي هي مواصفات التصميم وفيه المعايسات إحنا طبعا عندنا مجموعة من العناصر والخطوات الضرورية أنا بقولهم دلوقتي الأول لكن بعد كده هنشرح واحدة واحدة بالتفصيل يبقى أنا عندي أول حاجة هي المواصفات التصميم بعد كده فيه عندي المعايسات فيه عندي أبعاد كل قطعة فيه الرسم التخطيطي وفيه نوع القماش وفيه كمان تقدير الخامات المساعدة وحساب الكميات المطلوبة وتقدير الزمن وتقدير المصاريف الإضافية لما أتكلم على مواصفات التصميم ودي أول حاجة عندي بتقابلني هي إزاي أنا أبدأ أحدد كمية بابدأ أحدد وأحل شكل التصميم بتاعي تحليل التصميم بتاعي ده يعني معناها أشوف الأمام لو أنا الأمام بتاعي موجود فيه مرض يبقى الأمام عندي بقى على طول جزئين لأ ده أنا فيه بقى المرض فيه صفرة يبقى أنا في الحالة دي هلاقي أن الأمام بتاعي لما أجي أحلله بقى عبارة عن جزئين منفصلين وكل جزء منهم عبارة عن قطعتين الخلف لو هو ما رسمش الخلف وما تدنيش أنا على طول ببقى مدرك وفاهم وعارف أن الخلف ده بيكون قطعة واحدة بس طب الأكمام اللي أنا قريدي لو هو الموديل رسملي فيه أكمام لازم بقول عندي فيه كمين وبالنسبة للكمين ممكن تكون الأكمام دي أكمام قصيرة أو أكمام طويلة ممكن الكم يكون فيه تانية أو الكم بيكون فيه إسورة الكم بتاعي ممكن يكون فيه بدل الإسورة بدل الإسورة بيكون فيه كورنيش أو يكون فيه قلاب على حسب التصميم اللي موجود عندي أنا ببدأ أحدد الأجزاء اللي هنا بحتاجها لما أتكلم فيه عندي كمان في تحليل التصميم بتاعي أو أجزاء التصميم فيه عندي الأكوال والأكوال لها أنواع متعددة وكتيرة ممكن ألاقي فيه عندي كول قطعة واحدة وممكن الكولة دي قطعة واحدة صحيح لكن لازم الكولة إحنا درسين وعارفين إن الكولة لازم يكون لها بطانة ومدام لها بطانة ده كمان بيكون فيها فازل داخلي اللي هو التقوية أو الحشو الداخلي لها يبقى أنا عندي أي كولة لازم يكون فيها بطانة ده لو هي كولة قطعة واحدة افردوا الكولة قطعتين زي مثلا الكول بيبي او الكول زي الكول البيبي الكول البيبي بلاقيها مقسومة من الامام ومقسومة من الخلف في الحالة دي بتبقى الكولة بتاعتي عبارة عن جزئين وكل جزء منهم بيكون لي البطانة بتاعته مستقلة اتكلم عن الاساور طبعا الاساور دي لازم بتركب في الاكمام واكيد بيكون عندي في اسورتين علشان في عندي كمين وكل اسورة بيكون ليها برضو بطانة بعد كده بالنسبة للمرادات اتفقنا اول ما قلنا الامام لو انا الامام بتاعي سادة بيبقى قطعة واحدة لو الامام بتاعي وجدت فيه مجموعة من الضرائر في الحالة دي بقى عارفة اني على طول فيه مرد وطبعا المرد فيه فيه انواع مختلفة من المردات فيه المرد البسيط وده بيكون عبارة عن مجموعة ازرار وميكون متصل بالكولة العلوية ممكن الاقي المرد ده اختلا في الشكل وبقى بدل ما هو مرد بسيط بقى مرد بالريفيرا وفي الحالة دي المرد اللي بالريفيرا بلاقيه بيكون فيه كولة متركبة مع اللاب صغير من الاعلى وبعدين ممكن الاقي فيه الكشكشة التصميم بتاعي لو فيه مجموعة من الكشكشة في الوسط مثلا لو هي جنلة وفيها كشكشة لازم بحسب مقدار الكشكشة اللي موجودة عندي كمقدار زيادات ممكن الكشكشة دي تكون متعددة الادوار او يعني كرانيش اتركبت في الموديل بتاعي او في التصميم بعد كده بقولك اه ده انا هنا ده كل ده انا بحسبه في التصميم بتاعي طب لما ابتدأ ادخل على المقاسات قال لي بالنسبة للمقاسات دي هي عبارة عن النمر والنمر القياسية اللي بيقوم عليها اي منتج عندي وطبعا المقاسات دي والنمر دي بتبقى بناء على جداول والجداول دي بتكون جداول معتمدة في جميع المصانع اللي موجودة عندي سواء انا مصنع ملابس حريمي يبقى في الحالة دي عندي جداول خاصة بمقاسات السيدات لو انا جاد مصنع ملابس رجالي يبقى انا فيه عندي في الحالة دي جداول معتمدة لمقاسات الرجال لو انا مصنع خاص بملابس الاطفال يبقى برضو الجداول بتاعتي خاصة بملابس الاطفال يبقى انا هنا النمر القياسية دي ضرورية جدا جدا في اي مصنع بتكون موجودة عندي وفي الحالة دي انا لازم اكون عارف معلومة مهمة اوي 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 ان كل ما المقاس بتاعي كان صغير وقليل بلا ان كمية القماش اللي انا بستخدمها بتكون قليلة وفي الحالة دي كمان كل الخامات المساعدة اللي انا بستخدمها بتكون قليلة وعلى العكس من كلام ده مباشرة ان انا لو المقاس بتاعي بقى اكبر كمية القماش بتكبر وفي الحالة دي كمية الخامات المساعدة اللي انا بستهلكها بتكون اكتر بكتير يبقى انا هنا عندي فيه علاقة طردية معناها كل ما زاد المقاس كل ما كترة الخامات المساعدة اللي موجودة عندي فيه كمان بعد كده ببدأ اتكلم على ابعاد القطعة اللي موجودة ابعاد القطعة معناها طولها وعرضها ولما اتكلم عن الطول والعرض ده حسب التصميم اللي موجود عندي وحسب طريقة توزيع الموديل لما انا هبدأ احطه على القماش عندي بعد كده فيه نوع القماش ولما اتكلم على انواع القماشة فيه عندي قماشة مختلفة كتير جدا 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 اول حاجة فيه عندي القماشة الخفيفة والقماشة الخفيفة دي منها للملابس ومنها للستاير ومنها للمفروشات فيه انواع متعددة القماشة الخفيفة طبعا هنقول امثلة ليها زي مثلا القماشة الحرير الشيفون الأورجانزة دي كلها قماشة خفيفة وطبعا القماشة دي مقستها وعرضها بتختلف على حسب نوع الخامة اللي موجودة عندي فيه عندي كمان القماشة المتوسطة والقماشة المتوسطة دي بتكون سمك بتاعها بيكون متوسط في حين القماشة السميكة زي الأصواف وزي التيل وزي القماشة الجبردين دي قماشة بدقول القماشة الجنز دي كلها بتكون قماشة سميكة انا بستخدمها عندي فيه مثلا تصنيع بانطرونات او فيه تصنيع مفروشات او فيه اي حاجة زي دي طبعا بالنسبة لقماشة دي كلها خلي بالك القماشة لما بتكلم عنه بلاقي ان فيه عندي تصنيف كبير جدا جدا غير ان انا بقول كلمة قماشة خفيفة ومتوسطة وسميكة انا عندي فيه تصنيف للقماشة دي ان انا بلاقيها فيه منها قماشة خاصة ملابس الخروج فيه قماشة خاصة بملابس المنزلية فيه قماشة خاصة لملابس الحريمي قماشة خاصة لملابس الرجالي قماشة خاصة لملابس الاطفال يبقى انا هنا فيه عندي نوع من التعدد قماشة خاصة بالملابس الرياضية لو انا بتكلم على رجل الفضاء فيه عندي قماشة خاصة به نوع قماشة مختلف خالص خالص يبقى انا دي كلها انواع من القماشة المتعددة وكل غرض انا بستخدم له نوع القماشة الخاصة به لو اتكلمت على الأمشة الخاصة بملابس الخروج أقولك لا ده أنا عندي منها أنواع لو أنا خارج للمجال العمل بدأ أمشة كلاسيكية وموديلات وتصميمات كلاسيكية في الحالة دي بيكون عندي الأمشة نوع مختلف خالص جدا نوع مختلف عن لو أنا بستخدم أمشة خاصة بملابس خروج بس أستخدمها للثوري الثوري هات لا ده يبقى فيها لمعة بتبقى مميزة بتبقى فيها نوع من الفضاء بتكون الأمشة بتاعتي مختلفة جدا لما بتكلم على أنواع الأمشة تاني بكقول ده هي غير لو أنا بتكلم لما بتكلم على أنواع الأمشة بتاعتي بقول الأولة بتكلم على أمشة مثلا ملابس منزلية من الأمشة الملابس المنزلية بلاقي فيه أمشة الرجالي بتختلف عن الأمشة الملابس الحريمي بتختلف عن الأمشة الخاصة بملابس الأطفال ده ليه شكل وليه تصميم وليه ألوان وليه خامات غير ده بعد كده بلاقي عندي فيه الأمشة بتاعتي فيه منها بقى السادة في منها المنقوش في منها المقلم في منها الكرو في منها الليوبرة ليه اتجاه وطبعا أبسط أنواعي لأمشة وأسهلها في توزيع الموديلات وتوزيع البطرون هي القماش السادة والقماش السادة طبعا بيوفر عندي كتير جدا جدا في حالة توزيع البطرون وكذلك القماش المنقوش ممكن المنقوش ده أقول عليه منقط أو أقول عليه منقوش بدون اتجاهات لكن لو انا بتكلم على قماش منقوش بس القماش المنقوش ده بيكون في اتجاه للتصميم يعني مثلا بوكيهات ورد لو بوكيه ورد في الحالة دي بيكون البوكيه لي قعدة ولي قمة الظهور لها اتجاه معين في الحالة دي انا ببقى محكوم اثناء توزيع البطرون بتاعي باتجاه معين وفي الحالة دي مش هقدر احط مثلا امام عكسه خلف لا هضطر ان احط جميع الاجزاء في اتجاه واحد وفي الحالة دي بيكون الاقماشة المنقوشة اللي ذات اتجاه او الاقماشة ذات الوبر اللي برضو ليها اتجاه زي القطيفة او الشموى دي بتكون كمية القماش المستهلكة بتكون اكبر شوية من الاقماشة العادية او الاقماشة اللي هي السادة والاقماشة المنقوشة او الاقماشة المقلمة في عندي القماشة المقلم وده برضو لازم اراعي اثناء توزيع البطرون ان الاقلام تكون في اتجاهات مستوية او في اتجاهات منتظمة القماش الكارو لازم اراعي نهاية الكارو في كل قطعة انا بحطها تكون متوافقة مع القطعة اللي وراها او مع القطعة اللي قدامها بحس يبقى فيه نوع من السيمترية والاتزان في وضع التصميم بتاعي طيب القماشة دي كلها هل هي كلها نوع واحد قال لي لا طبعا القماشة دي منها مقسات كثير جدا وعروض مختلفة ايه عروض القماش اللي بتبدأ العروض بتاعتي من من عرض 70 سنتي وفيه 80 وفيه 90 فيه 110 فيه 120 140 150 كل دي عروض للقماش طب انا بستخدمها امتى قال لي انا بستخدم عرض القماش ده على حسب نوع التصميم اللي انا بستخدمه ولازم اراعي ان انا لما بوزع البطرون بتاعي ان الاجزاء ما يكونش في منها في جنبها نسبة عوادم كتيرة على قدر الامكان كل ما بوزع البطرون لازم اراعي ان نسبة العدم تبقى قليلة عشان نسبة الهادر في القماش كتكلفة تبقى تبقى اقل عندي من الايه من لو انا بستخدم عرض قماش كبير في الحالة دي بيبقى نسبة العوادم بتبقى كبيرة طيب بعد كده بتكلم على الرسم التوضيحي بالنسبة للرسم التوضيحي او الرسم التخطيطي زي ما احنا حفزينه واحنا تعودنا عليه في سنة تانية لما بدينا نرسم الموديلات بتاعتنا ونبدأ نحل بعض المسائل بصورة مبسطة وصورة مصغرة قال لي ده خطوة مهمة جدا جدا لانه هو بيحدد معايا الكمية القماشة الضرورية والمطلوبة وطبعا انا ببدأ ان انا استخدم مقياس الرسم في تصغير البطرون بتاعي لان انا مش هاضر ان انا اعمل رسم تخطيطي بمقاسات فعلية لاجن بعملها في الكراسة بتاعتي او في ورقة الامتحان بتاعتي بمقاسات مصغرة ممكن بستخدم مقياس رسم واحد لعشرة او بستخدم مقياس رسم واحد لعشرين ليه علشان اقدر ان انا اوزع الاجزاء بتاعتي على القماش اللي انا عامله كان موذج مصغر في ورقة الامتحان بتاعتي او في ورقة في الكراسة بتاعتي وطبعا هنا براعي ان انا لما اوزع البطرون قلنا لازم يكون نسبة العوادم بتكون اقل ده في حاجة مهمة لازم لما اوزع لازم اوزع الاجزاء الكبيرة الاول يعني ايه اوزع الامام اوزع الخلف حط الاكمام لان الاكمام بتبقى فيه عندي كمين بيبقى محتاجين مساحة وكمية من القماش بتكون كبيرة وبعدين ابدأ اوزع الاجزاء الاصغر يعني ايه اوزع الاكمام اوزع الامام اوزع الخلف وبعدين بيليهم اوزع الاكوال اوزع الجيوب لو عندي لو الاساور موجودة لو انا عندي بانطلون وعندي فيه كمر بحطه بعد كده الكمر الجيوب بوزعها بعد كده دي كلها اجزاء انا بوزعها في النساحات اللي هي بتبقى عندي من الفائد او من المساحة العادم اللي موجودة في القماش في حين ان انا لما بوزع بوزع الاجزاء الكبيرة في الاول وطبعا لما برسم القماش بتاعي مش بحدد النهاية ليه لان انا معرفش انا بحدد بس العرض لان العرض ده وبيحكمني في العرض برسل يمين وبرسل شمال والطول بسيبه مفتوح عشان انا ابدأ اوزع فيه وفي النهاية ببدأ ان انا اقفل القماش بتاعي وايس المسافة اللي انا استخدمتها او المساحة اللي انا استخدمتها علشان اعرف كمية القماش اللي انا محتاجها وطبعا فيه حاجة وميزة مهمة جدا جدا في الرسم التخطيطي ان انا في الرسم التخطيطي ده هو كمان بيساعدني في تحديد افضل عرض للقماش افضل عرض للقماش يعني ايه او انا ممكن في المسألة او ممكن بيديني في مثال بيقول لي انا عندي عرض ستين سبعين 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 تمانين تسعين او بيديني قماش مثلا سبعين وتسعين ومية واربعين يقول لي ايه افضل عرض انا ممكن استخدمه لتنفيذ الموديل بتاعي انا في الحالة دي لازم ارسم احدد المقاسات بتاعتي واضيف كل الاضافات من خياطات وتانيات واذا كان في عندي مرادات واذا كان في عندي كثرات او كلونيهات او كشكشة ببدأ احسب كل الابعاد الخاصة بالقطعة اللي موجودة عندي وبعدين ببدأ على الرسم التخطيطي ابدأ ان انا احط الاجزاء الكبيرة بحطها لو انا بوزحها في مقاس قماش وليكن قلنا عرض تسعين سنتي وفجأت ان في عندي مساكة هادر قليلة في حين ان انا اخدت طول استعملت طول كبير اخدت تلاتة متر اربعة متر للمنتج بتاعي طيب انا ممكن لو انا استخدمت عرض قماش وليكن 140 هوفاجأ ان انا اخدت كمية القماش متر ونص يبقى انا في الحالة دي هختار افضل عرض للقماش يبقى انا اتفقت معاكم دلوقتي ان انا عندي رسم التخطيطي ده ضروري جدا جدا اولا في حساب كمية القماش اللي انا بحتاجها لتصنيع المنتج وكمان مهم جدا في تحديد افضل عرض للقماش في حالة اذا هو اداني في التمرين او في التصميم اللي هو عايزه مني اداني اختيارات لتحديد افضل عرض للقماش طيب بعد كده بلاقي في عندي كمان تقدير الخامات المساعدة والخامات المساعدة ليها كميات وانواع مختلفة الخامات المساعدة زي ما كنا قلنا ونوهنا من شوية ان هي كل حاجة بكمل بيها المنتج بتاعي مع عدد القماش يعني زي ما اتفقت معاكم ازرار والازرار ليها انواع كتير جدا جدا لان انا لما بتكلم على فستين يكون لها ازرار مختلفة في المقاسات وفي الاشكال وفي الالوان عن لو انا بستخدم ازرار خاصة باميس فرانجي غير لو انا بستخدم ازرار خاصة بملابس الاطفال غير لو انا بستخدم ازرار البلاطي او معاطف في الحالة دي بيكون نوع الزرار وشكله بيتناسب مع خامة القماش ومع التصميم اللي موجود عندي طيب ده بالنسبة للأزرق الخيوط اللي فيه منها ألوان متعددة وفيه منها أنواع متعددة فيه الخيوط الأطنية وفيه الخيوط البلياستر وفيه الخيوط الصناعية وفيه الخيوط الأطنية يبقى أنا هنا عندي أنواع من الخيوط والخيوط دي طبعا لازم حاجة أساسية وعنصر أساسي وخامة مساعدة ضرورية جدا جدا في تشتيب المنتج بتاعي بتكلم على سوست وسوست لما بتكلم عنها فيه مقاسات وفيه أنواع فيه سوست تتناسب مع الأمشة الجنس غير السوست اللي أنا بستخدمها فيه أمشة عادية غير السوست اللي بستخدمها في فساتين غير اللي بستخدمها في فساتين سوريهات غير اللي بستخدمها في ملابس أطفال سواء في الطول أو في المقاس أو في السمك أو في النوع وعلى فكرة السوستة ممكن يجيبها لي بلفظه ومفطلح غير كلمة السوستة حد عارف حد سمعها قبل كده هقولك أبرافو في بعض منكم سمع كلمة المحابس المنزلقة لما سمع كلمة محابس منزلقة خلي بالك دي معناها هي السوستة محبس منزلق محبس بقفل بي منزلق يعني فيه نوع من الانسيابية والسرعة لقفل أو لغلق الملبس بتاعي يبقى أنا عندي اتفقت معاكم أن معنا كلمة السوستة أو اسمه مصطلح تاني لكلمة السوستة هي المحابس المنزلقة طيب فيه عندي ايه تاني على فكرة محابس المنزلقة فيه منها أطوال ومقاسات وسمك مختلف وأنواع وألوان كل ما تتخيلوه من الألوان أنا بوجده بتوجد معي وفيه كمان أطوال منها مختلفة وتتناسب مع طول الفتحة اللي أنا هقفلها بيها كمان بتكلم على الأبلتات ولو أنا بصنع أي جواكت أو بلاطي أو معاطف لازم بستخدم فيها الأبلتات لرافع الأكتاف بستخدم البدج الدونتيل بستخدم الركامة الجالون الاكسسورات كل أنواع الاكسسورات اللي أنا بكمل بيها المنتج بتاعي بتعتبر خمات مساعدة وعلى فكرة خمات مساعدة دي لما بجي قدرها وحسبها كل نوع منهم ليه طريقة في الحساب يعني إيه؟ يعني بلاقي مثلا الأزرار بستخدمها بالدستة مش بستخدمها بالقطع مش بقول أنا عايز ضرار أو عايز خمسة لأن أنا بقول خمسة للقطع الواحدة لكن هو في الغالب بيقول لي أنا عم احتاج كمية والكمية دي ممكن تكون مية قطعة أو متين أو ألف يبقى على حسب في الحالة دي أنا بستخدمها بالدستة يبقى أنا عندي الأزرار كوحدة قياس ليها ووحدة تأدير ليها أنا بستخدمها بالدستة فيه ايه كمان بالدستة؟ قال لي فيه كوبش فيه كابسون الحاجات دي قطعة صغيرة جدا أنا بستخدمها في صناعة المنتج وتكملته دي أنا بستخدمها بالدستة وطبعا لما بحسبها أنا متعارف عندي على الدستة دايما بتبقى 12 قطعة بس في حاجة لو هو قال لي داستة بتبقى 12 لكن في حاجة ممكن يقول لي عليها بالنسبة الكبش والكفسون والأزرار يقول لي أنا هستخدم بالعلبة والعلبة هنا ممكن تكون عبارة عن 100 قطعة الكلام ده أنا لازم أكون عارفه وحطه دايما في ذهني وفرق ما بين الداستة الداستة 12 قطعة وما بين العلبة وفي الحالة العلبة بيقول لي 100 قطعة أو 100 وحدة وفي الحالة دي أنا لازم أخلي بالي منها في ايه كمان؟ قال لي لو أنا بتكلم على ضنطيل أو ركامة وبتكلم على جلون الحاجات دي بيستخدمها إذا قال لي بالمتر بيستخدمها بالمتر وممكن ييجي بدل ما يكمل بالمتر يقول لي دا أنا كمان هستخدمها بالتوب بس على فكرة لازم يحدد لي مقدار التوب ممكن يكون التوب 30 متر ممكن يكون التوب 40 متر ممكن يكون التوب 20 يبقى أنا لازم أراعي برضو حتة مقدار وقسات الأتواب لأنه هو هيقول لي أنا بستخدم التوب اللي موجود عندي مقاسه قد إيه يبقى أنا في عندي اختلاف في حالة تقدير الخامات المساعدة ما بين التقدير بتاعها ممكن يبقى بالقطعة ممكن يبقى بالدستة ممكن يبقى بالمتر ممكن يبقى بالعلبة ممكن يبقى بالتوب كل دي وحدات مختلفة أنا بستخدمها وطبعا بعد ما بحسب الكميات بتاعتي كلها ببدأ أحسب السمن اللي موجود أو بحسب السعر كتكلفة بعد كده بلاقي في عندي حاجة كمان هي الكميات المطلوبة طبعا كل ما زادت الكميات يا ولاد بلاقي أن المنتج بتاعي تكلفته بتزيد يعني ايه الكميات أنا لما المنتج بتاعي يبقى مقاسه كبير بستخدم له عدد من الأزرار أكبر بستخدم له مثلا كمية بطانة الحشو الأكوال بتكون أكبر بستخدم فيه كميات من القماش كتيرة الخيوط للتشطيب والتنفيذ بتكون أكبر الحاجات دي كلها بتزود عندي التكلفة أنا عندي فيه قاعدة سبتة دايما أحطها نصب عيني إن أنا لما يكون عندي خمات مستخدمة في تصنيع المنتج كتير يبقى أنا في الحالة دي لازم أخلي بالي أن المنتج ده يطلع تكلفته غالية أو تكلفته مرتفعة مش رطة هنقول غالية لكن ممكن التكلفة تبقى مرتفعة غير لو المنتج ده بسيط يعني أنا لما برسم فستان فستان ده سيمبل بسيط جدا لمجال العمل الصبح عبارة عن أمام مفخوش حاجة مفخوش غير مثلا بن ستين وبسيط جدا في التنفيذ بتاعه عبارة عن قولة قطعة واحدة موجودة فيه كمين الكم ممكن حتى ما يكونش فيه أساور يبقى كم منتهي بتانية والموديل بتاعي فيه توسيعات من أسفل من عند الديل في الحالة دي أنا بلاقيه كمية الخمات المستخدمة في تصنيع الفستان ده بتكون قليلة ليه؟ وتكلفته بتكون بسيطة غير لو أنا بدت أدخل على تصميم فيه كشكشة فيه كرانيش فيه موديل مثلا فيه أساور لا ده أنا فيه الكولة ده أنا فيه عندي كشكشة غزيرة أو فيه عندي كرانيش متعددة الأدوار الحاجات دي كلها بتفرق عندي فيه كمية الخمات وكمية القماش وتصنيع المنتج بتاعي طيب بعد كده بلاقي فيه كمان الزمن وبالنسبة للزمن قال لي الزمن ده بيتوقف على عدة عناصر أول حاجة مهارة العمال مهارة العمال أه طبيعي لو أنا عندي عمال مهرة بتعامل معاهم وشغالين عندي في المصنع ليهم في الحالة دي أنا بقى أفاجأ أن المنتج بتاعي بيبقى تصنيعه ما بياخدش وقت كتير لأن هم بيكونوا عارفين الخطوات وماشيين بنظام معين ومتعودين عليه بسيستم منتظم قال لي بس في حاجة ده أنا عندي كفاءة المكان والآلات ومدى تطورها ومدى جودتها ده عندي بيفرق معايا قال لي آه كل ما كانت الآلات حديثة والمكان بيكون متطور وأنا بعمله عملية صيانة متجددة والصيانة دورية وشهرية منتظمة في الحالة دي أنا بلاقي المكان ده جودته وكفاءته عالية فبيوفر معايا وقت غير لو المكان ده نسبة الأعطال فيه عالية لو نسبة الأعطال فيه عالية أنا بفاجأ أنه بيعاملي نوع من إيه من الإهدار في الوقت وفي الحالة دي بيزود الزمن المستخدم لتنفيذ القطعة ده فيه حاجة كمان قال لي افرض طيار الكهرابي حصل فيه نوع من الإنقطعة في حالة انقطاع طيار الكهرابي قال لي ده أنا في الحالة دي بيبقى عندي فيه مشكلة كبيرة جدا جدا بالنسبة للمصانع الصغيرة لو أنا ما عنديش مولدات كهرباء في الحالة دي أنا بلاقي أنه فيه إهدار من الوقت ومن وقت الزمن من وقت العمال بيقول له محسوب علينا وبالنسبة لتصنيع المنتج بيبقى فيه فرق في الوقت اللي أنا بستخدمه في الحالة دي كمان قال لي أنا لازم أراعي أن الوقت ده بيتأثر جدا جدا بمدى توفر الخامات ممكن جدا لما بيكون مصانع كبيرة بتبقى جايبة كميات بتاعتها بوفرة وبتبقى عاملة حسابها في أن أنا ما يخلصش عندي المنتج بتاعي أو الخامات بتاعتي ما تخلصش ليه؟ لأن أنا عامل حسابي في كميات بصنحها كميات كبيرة جدا ففي الحالة دي أنا لازم أبقى عامل حسابي وعارف كميات الخامات الموجودة في المخازن قد إيه؟ هل هي بتغطي احتياجي اليومي أو بتغطي احتياجي الأسبوعي من المنتج بتاعي وفي الحالة دي أنا ببدأ أقول أن الزمن أنا اللي لازم أحسبه بيتوقف عندي وبتأثر بعدة عوامل أول حاجة قلنا مهارة العمال بيتأثر بكفاءة الآلات الموجودة بتأثر بمدى توفر الخامات عندي في المصنع بتأثر كمان بالنسبة إيه؟ بالنسبة الأعطال سواء أعطال الكهرباء أو أعطال الماكينات اللي موجودة قال لي بعد كده فيه كمان المصاريف الإضافية وبالنسبة للمصاريف قال لي أنا المصاريف دي بتتوقف على عدة عوامل منها أول حاجة المصاريف الإدارية هو أنا لما باجي أحدد الخامات اللي أنا محتاجها مين اللي بيقوم بعملية الشراء وتحديد الكميات وعمل المؤيسة وتحددها قال لي فيه مناس من الموظفين الإداريين قال لي دي اسمها مصاريف إدارية بأنا فيه عندي مصاريف إدارية لازم أحددها وبيكون لها نسبة معينة استهلاك المكان والآلات المصنع أحب المصنع اللي عمل المصنع ده في الحالة دي هل المصنع ده عمل المكان بتاعه أو عمل مؤيسة ليه وحدد تكلفته وصرف مثلا ما ليكون نصف مليون جنيه هل المكان ده مش هبدأ أعوض التمن بتاعه قال لي لا ده أنا لازم بضيف على كل طلبية وكل مؤيسة أنا بعملها نسبة معينة لاستهلاك الماكينات وتستهلاك واستهلاك الآلات اللي موجودة عندي يبقى أنا عندي المصاريف الإضافية دي بتختلف من مصنع للتاني وعلى حسب كمية استهلاك الآلات اللي موجودة وعلى حسب المصاريف الإدارية اللي أنا بضيفها عندي في المنتج بتاعي بعد كده هنبدأ ندخل على نقطة مهمة جدا جدا ودي أول ما بشوف على طول معنى كلمة الأسس الفنية لحساب كمية القماش بقولك ارجع معايا على طول للسنة اللي فاتت إحنا درسنا مع بعض الأسس الفنية لحساب كمية القماش والأسس الفنية دي ضرورية جدا جدا وهي الأساس اللي أنا بشتغل عليه حل أي مؤيسة عندي وطبعا اتفقنا إن أنا لما بعمل المؤيسة لازم أكون فاهم رسم بطرون كويس جدا ومعنى رسم بطرون كويس يعني معناها إن أنا عارف عرض الأمام يعني إيه طول الأمام يعني إيه عرض الخلف يبقى أنا ببقى عارف أبعادي من عرض أمام عرض خلف طول الموديل طول الكوم عرض الكوم محيط الأسورة محيط الرزق طول الأسورة دي كلها بتتأثر عندي حسب التصميم اللي موجود عندي طيب أول حاجة بالأسس الفنية واللي أنا هتكلم عنها دلوقتي هي مين اللي هي مسافة الخياطة والسنيات وإحنا اتفقنا قبل كده لما باجي أرسم البطرون بتاعي على طول لما باجي أعمل عملية التعشيق متعودين من سنة أولى الكلام ده مش جديد علينا ده بالعكس ده أنا دلوقتي بعمل له نوع من الريفجين مراجعة إن أنا بقول إن مسافة الخياطة حوالين أي جزئية في المنتج بتاعي بتكون عبارة عن واحد سنتي يبقى أنا عندي واحد سنتي خياطة في أي مكان في المنتج وكمان في الأكتاف خلي بالك آه ده أنا مسافة الخياطة عندي لو الجناب بتبقى سنتي لو خياطة في القصة بتبقى سنتي لو الكاتف بتبقى سنتي يبقى أنا عندي مسافة الخياطة في أي مكان واحد سنتي بس التانية حاجة تانية اه ايه ده ايه ده لو انا عندي تانية ديل في فستان في بانطلون في جونيلا في كوم على طول بقول لا ده التانية بتبقى اتنين سنتي مقدار ليها يبقى انا عندي مقدار الخياطة مسافة الخياطة دايما واحد سنتي في جميع الاتجاهات حوالين اي قطعة عندي في المنتج في حين اني السنيات بتكون اتنين سنتي طيب بعد كده قال لي في المردات وبالنسبة للمردات طبعا معنى كلمة المرد وعرف ازاي اني التصميم بتاعي فيه مرد على طول بشوف صف من الازرار موجود في نصف الامام واول حاجة عندي هو المرد البسيط والمرد البسيط ده احنا كنا اتعودنا لما باجي ارسمه ان انا ببدأ ان انا ارسم بعد خط النص الامامي ببدأ ارسم ايه اتنين سنتي عرض المرد انا عندي هنا ده خط نص الامام وخط نص الامام ده بضيف عليه خارجيا مقدار عرض المرد وعرض المرد بيكون دايما اتنين سنتي بس على فكرة في حاجة مهمة اوي اوي خلي بالكو منها اتنين سنتي ده انا اللي حفظه واللي انا عارفه واللي انا بستخدمه اول ما اشوف صف زراير اعرف على طول ان الموديل بتاعي في مرد بس ممكن جدا اثناء ما بقرأ المسألة او التصميم بتاعي اشوفه بلاقي ان هو مديني في المعطيات ان عرض المرد تلاتة سنتي في الحالة دي اخلي بالي اه يبقى انا عندي عرض المرد انا حفظه اتنين سنتي لكن هو بيمكن يديني في المسألة ان عرض المرد تلاتة سنتي وعلى فكرة بيكون مرد بسيط بس بيختلف علشان حسب الايه حسب حجم ومقاس الزرار طيب ده بالنسبة لعرض المرد طيب بالنسبة لمقدار البطانة قال لي البطانة دايما بتكون ضعف عرض المرد البطانة بتكون ضعف عرض المرد يعني انا حافظ وعارف ان المرد بتاعي اتنين سنتي يبقى انا بضيف على نصف الامام اتنين سنتي مرد وبعدين قال لي وبضيف مقدار البطانة ضعف المرد يعني بضيف كمان اربعة سنتي يبقى انا عندي في الحالة دي مقدار الزيادة اللي انا بضيفها على التصميم بتاعي كعرض مرد وبطانة بيكونوا اتنين سنتي مرد واربعة بطانة يبقى انا بضيف اجمالي على نصف الامام ستة سنتي لمقدار المرد والبطانة على فكرة لو المرد بقى تلاتة سنتي وهو الدهاني من ضمن المعطيات في المسألة يبقى انا هضيف للمرد والبطانة ها مين بيقول معايا بيقول لي التلاتة زائد ستة برافو عليكم هيبقى تسعة مقدار زيادة للايه للمرد والبطانة اللي موجودين عندي طب ده مرد بسيط قال لي استنى ده فيه حاجة اسمها المرد بالريفيرا والكولسبور والمرد اللي بالريفيرا كلمة ريفيرا يعني قلابة والقلابة دي بلاقيها بتبقى موجودة عند دوران الرقبة المرد التاعي مش مقفول لغاية الزرار الاخير لكن مديني جزء قلابة صغير وفي الحالة دي انا عندي ثابت وانا عارف وحافظ ان عرض المرد بتاعي اتنين سانتي لكن مقدار البطانة انا ببدأ قتني قتني منين انا باتني على خط المرد ولما باتني على خط المرد بقى فاجأ باني الاثنين سانتي المرد بيتكرروا معايا وكمان هبدأ اخذ دوران الرقبة دوران الرقبة اللي موجود عندي وفي الحالة دي دوران الرقبة او مقدار الحردة ده يفضل انه في المسألة بيكون مديهوني علشان يقول لي انا عندي مرد بالريفيرا او انا ببقى حافظ مدام انا شايف التصميم ببقى حافظ دايما اني حردة الرقبة كمقاس متعارف عليه بتكون مقاس سبعة سانتي وكمان باخد تلاتة سانتي على خط الكتف ده بالنسبة للمرد البسيط بالريفيرا على فكرة المرد البسيط بالريفيرا ده بيكون تصميم لبعض البلوزات وبيكون في التصميمات والبلوزات الحريمي اكتر من الملابس الرجالي وممكن الاقيه في بعض ملابس الاطفال لكن ما بيكونش بكسرة لانه بيفضل في ملابس الاطفال ان انا اجد البيبي بيكون اكتر انتشارا طيب بعد كده اللي فيه عندي مرد تاني وهو المرد الكروازي وبالنسبة للمرد الكروازي اول ما اسمع كلمة كروازي اقولك على طول خلي بالك ده مرد بيتميز بوجود صفين من الازرار صفين من الازرار بالعرض جنب بعض بالعرض مش بالطول لان بالطول انا ممكن الاقي زرارين ورا بعض اوكي ده برد بسيط لكن انا لما لقيهم بالعرض فافاجأ ان انا عندي اتنين اربع ستة على حسب مقاس الموديل بتاعي بلاقيه حينة موجود المرد الكروازي بيكون موجود في بعض البليزر في بعض البدل البليزر فلاقي فيه صفين من الزراير جنب بعض او ممكن الاقيه في بعض الجليهات السديري بلاقي فيه صفين من الازرار في الحالة دي بلاقي ان عرض المرد بيكون كبير وكبير اوي كمان يعني غير المقاس المعتاد واللي انا حفظه واللي انا عارفه فبلاقي ان عرض المرد الكروازي بيبدأ من خمسة لعشرة سنتي على فكرة المرد بس من خمسة لعشرة سنتي بلاقيه في الفستين وفي البلوزات بيكون خمسة سنتي وفي الجواكب بيكون ستة في حين في البلاطي او المعاطف بيكون مقاس المرد بتاعي عشرة سنتي ده عرض المرد فقط لغير ايه ده طب انا لما بضيف على نصف الامام بتاعي قالي لا ده انا بضيف عرض الامام وبضيف مقدار البطانة احنا كنا قلنا من شوية ان انا دايما عندي مقدار البطانة ماله بيكون ضعف عرض المرد يبقى في الحالة دي لما اجي انا اضيف في المرد الكروازي قالي بضيف عرض المرد لو سي خمسة سنتي يبقى انا بضيف خمسة زائد مقدار البطانة وفي الحالة دي مقدار البطانة هيكون كام هيكون عشرة سنتي يبقى انا اجمالي الاضافة الزيادة على عرض المرد اللي موجود عندي هتبقى خمسة زائد عشرة ده مرد ببطانة غير طبعا لو انا ضايف مقدار خياطة من الجنب غير عرض الامام وكل المقدار ده انا لازم اضربه في اتنين او لازم اقول عليه وكرر مرتين علشان خاطر ده بيكون حساب لكمية القماش المطلوبة لعرض الامام ككل وطبعا بعد ما كون حددت طول الامام بتاعي لما بضف له سنتي علوي وبضف له اتنين سنتي لمقدار التانية باخد الجزء ده وابدأ ان انا احطه على القماش بتاعي ولما احطه على القماش او اوزعه على القماش لازم اوزعه مرتين او لو انا ضربته في اتنين يبقى انا بوزعه مع مراعاة اتجاه النسيج بتاعي النسيج الطولي مع الطولي والنسيج العرضي مع النسيج العرضي ده بالنسبة للمرد الكروازي خدت كم حاجة لغاية دلوقتي من القصص الفنية خدت كم عنصر قال لي اخدت اول حاجة مسافة الخياطة والتانيات واخدت من المردات اخدت تلات انواع من المردات المرد البسيط ونقول مع بعض سوى المرد البسيط كان عرضه كام كان عرضه اتنين سنتي بوطنته ضعفه يبقى انا باجي اضيف للمرد البسيط اتنين واربعة ده لو هو ما تدنيش مقاس المرد لو قال لي ان مقاس المرد تلاتة سنتي عرض المرد تلاتة يبقى في الحالة دي انا بعمل حسابي ان المرض 3 سنتي عرض والبطانة بتاعته زائد 6 يبقى انا عندي المرض بالبطانة بتبقى 3 زائد 6 يبقى 9 سنتي زيادة على عرض الامام اللي موجود اتكلمت عن المرض اللي بالريفيرا وقلت اللي ان المرض اللي بالريفيرا بيتميز بوجود اللابة علوية وان الزرار العلوي ما بيكونش مقفول في المنتج بتاعي ليه لان هو بيكون فاتح الرقبة الدي كلتيه مفتوح برقبة 7 وفي الحالة دي بيديني اللابة خارجية القلابة دي عشان انا ما تظهرليش نهاية الخياطة بتاعت المرض لازم انضف دوران الرقبة بطريقة معينة وبطريقة مزبوطة في الحالة دي انا باجي ارسم المرض بتاعي من عند خط النص انا برسم 2 سنتي لمقدار المرض وابدأ اتني على خط المرض ده واكرر الـ 2 سنتي بتاعت المرض واخد حردة الرقبة اللي موجودة واخد كمان 3 سنتي على خط الكتف كنوع من التشطيب والتنظيف لدوران الرقبة علشان استعدادا لتركيب الكل سبور اللي موجود في الريبير او في القلابة اللي موجودة عندي خدنا كمان ضمن المرضات المرض الكروازي واتفقت معاكو ان المرض الكروازي بيكون دايما متميز بوجود صفين من الازرار صفين من الازرار الازرار بتكون جنب بعض ما بتكونش ازرار في صف واحد طولي لا بيكونوا بالعرض جنب بعض وده ممكن بلاقيه في البدل البليزر او بلاقيه متواجد في الجليهات او السديري او بعض الفستين لما بلاقيها فستين موجود فيها صفين من الازرار واتفقت معاكو ان عرض المرض دا بيكون كبير بتراوح من 5 ل 10 سنتي 5 سنتي في الفستين والبلوزات وبيكون 6 سنتي في الجواكد وبيكون 10 سنتي في الجواكد في البلاطي اللي موجود عندي دا بالنسبة للمرض الكروازي بعد كده بلاقي في عندي حاجة كمان هي مين الاكمام وبالنسبة للاكمام انا مفيش عندي تصميم بيخلو من الكم الا لو انا بتكلم على ملابس منزلية او ملابس وريهات ممكن ما بيكونش فيها عندي اكمام والكم دا بيكون لي عرض وطول وطبعا الكم بتاعي ممكن ما يقوليش عرض الكم لكن يقولي دوران الزراع ولما يقولي دوران الزراع يبقى انا على طول افهم من معنى الكلمة دي ان دا هو عرض الكم اللي مستخدم عندي واتفقنا ان عرض الكم انا بضف له دايما سنتي خياطة يمين وسنتي خياطة شمال لما انا برسم الكم بتاعي لازم اضف له مسافات الخياطة ومسافة الخياطة احنا حفظينها لسه كنا ايلنها فاول حاجة لما اتكلمنا عن الاسس الفنية اني مسافة الخياطة سنتي من جميع الاتجاهات يبقى انا عنتي عرض الكم باخده واضيف اتنين سنتي خياطات طيب سنتي مين سنتي شمال طيب بالنسبة لطول الكم قال لي الطول هنا بيختلف طول الكم ممكن يقولي عليه طول الزراع وممكن يقولي عليه طول الكم لو قال لي طول الكم او طول الزراع تمام بس انا لازم ابص على التصميم ما اكتفيش بالكلمة اللي مكتوبة ليه قال لي لاني في الحالة دي انا ممكن يكون الكم بتاعي منتهب تانية مفوش اي حاجة كم مثلا بدلة او فستان نص كم او امير او مثلا معطف او بلتو الكم بتاعي منتهب تانية مفوش اي حاجة متركبة في الحالة دي لازم اخلي بالي ان الكم بتاعي لما هاجي اضيف له بضيف سنتي علوي خياطة لدوران الكم وبضيف اتنين سنتي مقدار للتانية انا هنا بالنسبة لطول الكم بضيف سنتي خياطة علوية واثنين سنتي مقدار تانية يبقى مقدار الاضافة اللي انا بضيفها على طول الكم ككل بتبقى عبارة عن ثلاثة سنتي ده امتى لو الكم بتاعي منتهب تانية لأ ده انا بصيت للتصميم وجئت بان التصميم بتاعي في اسورة متركبة في نهاية الكم هقولك هنا استوب استوب ليه قال لي اصلي في الحالة دي بقى ده خط تركيب خياطة ده خط خياطة مش هو خط تانية ده انا هركب اسورة في نهاية الكم بتاعي يبقى انا لما اجي احسب طول الكم هضيف له ايه قال لي بضيف سنتي علوي وبضيف سنتي خياطة عند ايه عند تركيب الاسورة يبقى بضيف اجمالي للمسافات الخياطة اللي بضيفها على طول الكم بتاعي في حالة وجود اسورة او كورنيش او اللابة او كلوش او او اي حاجة انا بضيفها في نهاية الكم بتاعي قال لي بيبقى مقدار الخياطات كام اثنين سنتي يبقى انا عندي بالنسبة للكم بتاعي بلاقي ان هنا عرض الكم اثنين سنتي وبضي سوري عرض الكم بضيفه اثنين سنتي ده خياطات جانبية وبعدين الطول بتاعه بيضيف ليه 3 سنتي للخياطات والتانية في حالة عدم موجود ايش جزئية موجودة فيه يعني مش متركب في نهاية الكوم اي حاجة في الكوم بتاعي لكن لو الكوم متركب فيه كورنيش او اسورة او قلابة في الحالة دي طول الكوم بيختلف ان انا باخد الطول واضف له 2 سنتي خياطات فقط بعد كده هندخل على لسه كنا بنقول الاساور اي كوم ممكن يكون فيه اسورة وممكن ما يكونش فيه على حسب التصميم اللي موجود عندي طب بالنسبة للاساور دي قالي الاسورة دايما بيكون عبارة عن جزء مستطيل في نهاية الكوم بتاعي وبتكون ليها دايما بطانو ده مش بكتفي بالبطانو بس ده انا كمان بيكون ليها من الداخل مقدار وماش من الحشو او من الفزلن اللي انا ايه بستخدمه داخليا بالنسبة لعرض الاسورة انا باخد العرض اللي هو مديهوني ممكن يكون 3 4 5 6 7 على حسب ممكن احنا بتبقى عرض الاسورة 20 سنتي بتبقى اسورة بتكون مقاسها كبير باخد العرض بتاع الاسورة اللي موجود عندي على حسب المعطيات وابدأ اضيف له مقدار سنتي واحد خياطة ليه سنتي خياطة اللي هو اللي انا بركبه في الكوم وبعدين باخد المقدار ده او المسافة بتاعت العرض ده واضربها في اتنين ليه باضربها في اتنين؟ علشان يديني مقدار البطانة الداخلية يبقى انا بكرر مقدار العرض الاسورة بتاعتي بان انا اضيف له سنتي خياطة واضرب في اتنين كمقدار للبطانة ده انا ممكن اعمل حاجة تانية ان انا ااخد الاسورة بتاعتي دي واروح واخد العرض بتاعículo واضف لها العرض من واحد ناحية التانية وبعدين اضيف اتنين خياطات يبقى انا ممكن بالنسبة للاسورة اخد عرضها واضيف سنتي خياطة واروح ضارب عشان احدد اضرب في اتنين عشان احدد العرض بتاع الاسورة بالبطانة طب و بالنسبة لطول الاسورة اللي باخد طول الاسورة ككل او بيقول لي محيط الرزغ ولما يقول لي محيط الرزغ يبقى هو مقدار طول الاسورة وببدأ اضيف له سنتي خياطة يمين و سنتي خياطة شمال يعني اجمالي الخياطات بتاعتي بيبقى اتنين سنتي في حاجة مهمة جدا بالنسبة للأساور الأساور لازم لما اجي انا افتزها في التصميم بتاعي وابدأ اوزحها على القماش براعي في الرسم التخطيطي ان انا بحطها من نسبة العادم اللي موجودة وبستعملها وبستفيد من نسبة العادم بس بوزعها بعد ما بوزع الاجزاء الكبيرة بتاعتي كلها بعد ما بوزع الامام الخلف الاكمام ببدأ احط ال الاساور او الاكوال اللي موجودة عندي وطبعا اراعي اتجاه النسيج الطولي واتجاه النسيج العرضي بعد كده بلاقي عندي بالنسبة للأساور إن هي بتتكرر مرتين يبقى الأسورة عندي لازم أوزعها مرتين ما بحطش أسورة واحدة لأ هتقولي لأ ده أنا ربطها في اتنين وحسبت لمقدار البطانة هقولك لأ ده كله أسورة واحدة لكن أنا لازم أوزعها مرتين عشان أنا عندي فيه أسورتين لكم بتاعي طيب بعد كده بلاقي فيه إيه كمان اللي ببدأ أخذ التوسعات يبقى أنا هنا اتكلمت على المردات اتكلمت على الأكمام اتكلمت على الأساور أبدأ أتكلم على التوسعات طبعا أي موديل أنا ببدأ أن أنا أنفزه لازم يكون فيه توسيع وإلا هيبقى فيه صعوبة في الحركة هيبقى فيه صعوبة في الحركة طبعا فيه أحيانا بعض التصميمات والموديلات بلاقيها بتكون بنقول عليها سك أو بنقول عليها نازلة استريت مفيهاش أي توسعات بس في الحالة دي أنا بعوض عن مقدار التوسيع ده بأن أنا ممكن أعمل فتحة خلفية في التصميم بتاعي عشان تساعد على الحركة أو أن أنا ممكن أستعيد عن مسافة التوسيعات دي بأن أنا أعمل في التصميم بتاعي مقدار كاشكاشة أو كلونة أو كاسرة يبقى الحاجات دي هنا أنا أبدأ أعوض عنها بمقدار زيادة الزيادة دي بتديني نوع من الحرية في الحركة وفي الحالة دي أنا ممكن ما نفذش مقدار توسيع في الموديل بتاعي لكن لما بتكلم على التوسيع بقولك أنا عندي تي مقدار توسيعات في التصميمات الأسيرة اللي هي بنقول عليها ميديم وفي التصميمات دي الطول بتاعها ما بيكونش طويل قوي لكن بلاقيها أن هي بضيف لها مقدار مثلا 5 سنتي يبقى التصميمات لما بتكون قصيرة بضيف فيها 5 سنتي مقدار توسيع الموديلات بتاعتي الطويلة بضيف لها مقدار توسيع 10 سنتي الموديلات لما بلاقي فيها قصة طولية وطبعا هنا هنشوف كده اهي التوسيع في الموديل الطويل بنقول 10 سنتي لو عندي قصة طولية يعني فيه مثلا قصة بالمنظر اللي احنا شايفينه ده القصة دي أنا بضيف لها مقدار 3 سنتي توسيعات وطبعا بضيف على كل جزء 3 سنتي مش على جزء واحد بس اه في الحالة دي أنا بضيفه وابدأ على عرض الامام بتاعي او على عرض الخلف وبدرب في اتنين وبجمع التصميم بتاعي بجمع المقاس بتاع عرض الامام بتاعي واوزعه على القماش طبعا احنا كده النهاردة اتكلمنا على الخطوات المتبعة فيه تنفيذ اه فيه تنفيذ وعمل المؤيسة اه اتكلمنا عن اه كمان القصص الفنية اللي بتتحكم فيه حساب كمية القماش اه ان شاء الله عايزين نراجع مع بعض اه كمية القماش اه ونحسد مسافات الخياطة والتانيات ونحسب المرادات ونراجع سوا مع بعض ونحفظ في اليومين دول اه اوسس الفنية كلها اللي احنا استخدمناها فيه حساب كمية القماش وليه بعض الاجزاء تاني لسه هنكملها بعض القوانين المرة الجاية ان شاء الله بس عايزاكم اه كله يهتم بحفظ وتثبيت الاوسس الفنية لان هي دي الاساس اللي انا ببدأ احل عليه المسائل بتاعتي اه اتمنى ان انا اكون وفقت في توصيل المعلومة ليكم اه طبعا اه انا بتمنى انه طبعا لو فيه اي استفسارات لي عندكم او اي معلومة اي استفسار نحنا ندخل على موقعنا على اليوتيوب او موقع البرنامج اه ونبدأ ان احنا نكتب استفساراتنا ونحفظ القصص الفنية اه طبعا احنا اخدنا في القصص الفنية ايه نرجحهم سوا كده مع بعض اخدنا حساب المسافات الخياطة والتانيات اخدنا المرادات وعرفنا في المرادات المراد البسيط والمراد الكروازي والمراد الريفيرا اخدنا الاكمام اه وفي الاكمام حرفنا زي بحس بعرض الكم وطول الكم اخدنا التوسيعات وعرفنا ان انا فيه عندي في التوسيعات اه ببدأ ان انا اضيف التوسيعات لو هي في القصة طولية بضيف 3 سنتي لو هي التوسيع بتاعي في موديل قصير بضيف 5 سنتي لو التوسيع بتاعي في موديل طويل بضيف 10 سنتي اتكلمنا برضو على مقدار الزيادات بالنسبة للمردات عرفنا المرد الكروازيه ان هو لازم اشوفه اعرف شكل التصميم بتاعي من الرسم اللي موجود ان الكروازيه ده ويكون فيه صفين من الازرار المرد اللي بالريفيرا بلاقيه فيه اللابة اللازم تكون موجودة عندي اتمنى ان انا اكون وفقت في توصيل معلومة لكم واتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم المرة الجاية والى اللقاء بيبعد